موسيقى موسيقى حلقة جديدة من أسبوع أوغارات تحية لك الحدا نضم لألنا على قناة أوغارات وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي جولة على المواضيع والأفكار التي تم ترحى من خلال برامجنا بقناة أوغارات هيدا الأسبوع موسيقى 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 بداية أكيد من البرنامج الصباحي صباحات اللادئية اللي بتتابعوه يوميا ما عدا يوم الجماعة من الساعة 9 ونص للساعة 11 العديد من المواضيع والأفكار والضيوف كانوا معنا بصباحات اللادئية هيدا الأسبوع لهيك صباحات اللادئية رح يكون له الحصة الأكبر من أسبوع أوغارات البداية من اليوم العالمي للسكر اللي بيصادف بـ 14-11 كانت معنا الدكتورة ليلى الشاني اللي حكت لنا عن مجموعة من المواضيع اللي بتخص عوامل الخطورة الأعراض طرق الوقاية وغيرها هنروح نشوف الدكتورة ليلى الشاني موسيقى موسيقى إذا إصابة اضطراب استقلابي يصيب جميع أنحاء الجسم ناجم عن ارتفاع في سكر الدم له سببيني السبب الأول نقص بافراز الأنسلين وهذا نحن ياسميه نمط gibt Anda وفي عندي النمط 하드를 ناتج عن اضطراب في المستقبلات للأنسلين هذا الله سي Ian بالأكبر ياسمي نحن النمط الثاني ناجم عن نقص بإفراز الأنسلين ونقص او نقص في المستقبلات الأنسلين هي بتعتمد على العوامل المعينة ربما أكثر الوراثة أم ممكن أنه هي تكون مع الزمن بتناول الحلويات بشكل أكبر يعني ما هي الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بمرض السكري أولا النمط الأول ناجم عن نقص إفراز الأنسلين وهو إصابات على الأغلب مناعية بعد إنتان بالكواساكي بي أو بعد الحزبة الألمانية أو بعد أي إنتان لأنه مؤهب لأنه يصير عنده داء سكري هذا النمط الأول النمط الثاني لدينا الوراثة إلى دور كتير كبير تناول الحلويات طبعا بشكل عام هو مانو صحي ولكن قد يلعب دور بحدوث البداني والبداني ممكن سبب لي داء سكري النمط الثاني سواء كان عند الأطفال أو عند الكبار دكتورة ليلى يعني عم تحكي عن النمطين الأول والثاني إذا بدأ نحكي عن أعراض داء سكري بالنمط الأول وأعراض سكري بالداء نحن الأعراض الشائعة بيعرفوها كل الناس هي سهاف البوال يعني العطش والبوال تبوال ليلي نهاري فهدون العراضين الشائعين بيكونوا عند النمط الأول والنمط الثاني عند النمط الأول بيكون الإضافة للسهاف والبوال ممكن الطفل يصير عنده نحول شديد أحيانا بنوصل لمرحلة أنه تغييم وعي والنقل إلى المشفى وما بنعرف أنه سكري حتى يصير عندنا بالمشفى أما النمط الثاني لأ بتبلش أعراض سهاف بوال الطراب بالحيس الطرابات جنسية جرح غير المبين دميل ظهور دمامة المتعددة هاي الأعراض بتوجهني لأي ممكن يكون يمكن أن النمط الثاني أخطر من النمط الأول أعراضه هلا بالنسبة لهذه الأخطر عند النمط الأول لأنه بيوصل لمرحلة السوبات يعني ممكن إذا ما نقز الطفل بخلال الفترة ونقله للمشفى ودخله العناية المشددة ممكن يسبب الوفاة النمط الثاني ممكن ولكن بعد عدة سنين معني ما فوراً الإصابة الأخطر هو عند الأطفال إنجاز جديد لسوريا بكرة المضرب وتحديداً من خلال المشاركة بكأس ديفيس لبعد من أهم البطولات العالمية بالتنس كان معنا بطل الجمهورية يعقوب مخزومة للحديث عن مشاركة منتخب سوريا بكأس ديفيس كيف كانت المشاركة؟ شو حققنا من خلال هذه المشاركة؟ رح نتابع يعقوب مخزوم بالدقائق القادمة كمنتخب سوريا بكأس ديفيس من حوالي ثلاث أسابيع كانت البطولة بأنطاليا بتركيا طبعاً الحمد لله لعبنا كتير منيح وحققنا المركز الأول ربحنا على سينجافورا على العراق على الإمارات وتصدرنا المجموعة هي نظامة إنه مجموعتين كل مجموعة أربع منتخبات نلعب إكس بالنصف نهاية فالحمد اللي أطلعنا المركز الأول لعبنا ضد الكويت من المباراة الحاسمة وقدرنا نغلبون تعتبر من أهم البطولات بالتانسية يعني هي اسمها World Cup of Tennessee كأس العالم للتانسية مجموعات مجموعة رابعة، ثالثة، ثانية نحن وطالعين فالحمد الله اللي نحن صلنا بالمجموعة الثالثة تأهلنا له من سنتين وصلنا للمجموعة الثانية كمان لعبنا مباراة صعبة مع زينبابوي خسرنا بصعوبة طبعاً نحن الفريق بيكون عبارة عن أربع لعابين ومدرب كنا نحن أربع لعابين مع الكوتش ليس سليم وأنا وثلاث لعابة هي بطولة كتير مهمة كتير بني روح الفريق فيها يعني هي مانا بطولة فردية على بطولات التانس كنتم تعرفوا لعبة فردية بيلعب اللعب لحاله إلا بهي البطولة هي بكون ثنائية بيكون كفريق مثلاً لعننا ضد مثلاً العراق كمثال تلعبوا لعبتين فردي لعبة زوجي هو المدرب بيختار قبل بيوم اللعبين أنا كل سنة موجود بالفريق هذا طبعاً من شرف كتير لقلي أنه ألعب لسوريا بهي البطولة المهمة حققنا كتير نتائج منيحة تأهلنا بعام 2019 على جروب 2 مثل ما سكرت ولعبنا بـ 2020 ضد زينبابوي هاي المباراة المهمة أنا كتير بهمني هاي البطولة كتير مهمة لأي لعاب يعني بالعالم أنه يكون موجود فيها وعم يمسل منتخب بلده يعقوبنا نرجع لبداياتك الـ 8 سنين أنت موجود عم تلعب بالبدايات كيف كانت بهيدي اللعبة بداياتي والله باللادقية نحن مركز مخزومة للتنس عمره أكتر من 40 سنة من جدي المرحوم روبير مخزومة هو مؤسس اللعبة باللادقية لوالدي رؤوف لأخي روبير مخزومة كمان هو بطل جمهورية وكان لعب بهي البطولة ديفيس حتى مؤخراً البابا وروبير كانوا كمان مدربين لإلنا بكاس ديفيس بعدة سنوات حالي إضافة للكوتش ليس فأنا كنت أطلع معهم على الملعب يعني أنا وصغير إلعب مع هاد حدا يلعبني حدا ما يلعبني فشوي شوي درجت بالفئات العمرية للعشر السنين اتناعش سنة صرت أربح بطولة جمهورية وتدريجياً للرجال بأثرتين أنا الحمد لله أربحت بطولة الجمهورية يعني من عمره 12 للرجال مقهى ورق عتيق اللي كادر العمل من أصحاب القلوب النقية والضحكة اللي من القلب خلونا نتعرف على ورق عتيق اللي بيميزه بأنه كادر العمل من المصابين بمتلازمة دون كنوع من دمج المصابين بمتلازمة دون بالمجتمع خلونا نتعرف على هيداء المقهر أكتر بالدقائق القادمة طبعاً لنحكي عن هذا المشروع اللي هو مقهى ورق عتيق لصاحبته الأستاذي اللينا ظاهر لهيه ساعدت وساندت بتوظيف هذول الأشخاص بهذا المكان بصرنا نستضيفها معنا بالاستوديو ونقال صباح الخير يسعدنا صباحك يا رب يسعد صباحكم يسعد صباحك صباح النور اللينا خلينا نبلش بداية هيك من الفكرة كيف بلشت عندك يعني الفكرة غريبة وجميلة بنفس الوقت كيف بلشت الفكرة عندك أنا بقل لهم أي فكرة جديدة بدي تكون نابعة من احتياج الأشخاص هلا هو مقهى عنده شقين الشق الأساسي فيه هو دمج زوية الاحتياجات الخاصة في سوء العمل وهيدا نشأ من خلال احتكاكي فيهم أنا كنت مدير تنفيذي لجمعية بتاعتني فيهم بهيدي الجمعية كان في قسم اسمه إرادة بهالقسم هيدا بيشتغلوا بيطرزوا بيعملوا مشغولات كتير حلوة هندي الأشخاص نفسهم زوية الاحتياجات اكتشفت أنه هن أشخاص عندهم كتير إدرات في حال انشغل عليهم وهن مختلفين معنهم متخلفين مثل الصورة المناطية المأخوذة عادة فكان عندي رغبة أنه نكسر هيدا الصورة ونحقق لهم أنه مجال يكونوا موجودين وفاعلين هاي بالشق الأول بالشق الثقافية بعد الحرب اللي صارت علينا كان لازم نواجه هالبشاعب فيض جمال الجمال ما بيجي إلا من الفن الموسيقى الرسم والثقافة فكان لازم نرفع السوية شوي بظل الانحدار اللي صاير حسيت كمان لازم يكون الشريحة اللي بتتواجد بالمكان تتفهم وجود زوي الاحتياجات فكان مقهى ثقافي أول بسوريا الحقيقة نحنا أول مقهى ثقافي بسوريا بيدمج زوي احتياجات خاصة بسوق العمل والتجربة أنا بتمنىها تتعمى مع كل مساحة الوطن لأنه عن جد اللي بتعامل معن بحس قديش نحنا عم نضيع حالنا أشياء جميلة حلو كتير طيب قديش صلوا أستاذة لينا قديش صلوا لمكان فاتح تقريبا هلأ شي سنة ونص تقريبا سنة ونص من بداية الانطلاقة للمكان كان من زوي الاحتياجات الخاصة هنروا كيف طيب تم تأهيلهم خلا نحكي عن هاي الفترة هاي بالتحديد هلأ بالأساس هنه بيكونوا موجودين بجمعيات ضمن الجمعيات بيسعوا انه يدربون طريقة الشغل بالمقهى أنا بعد ما أجول عندي بلشت أنا أدربون هلأ الفريق شاسع بين وقت اللي بلشنا وبين هلأ النصات هو نفس الأشخاص معي نفس الأشخاص معي أنا كنت بتمنى الحقيقة تتوسع الأمور أكتر من هيك بس بظل كتير ظروف حالة ما قدرنا نعمل هيك قصاص هلأ بتحس انه اللي بلشوا معي أول شي كانوا يتلبكوا يكبوا القهوة يوقت لأدموها يتحركوا ببطء هلأ لا أنا ما بحتاج وجههم يعني مثلا خلص طاولة فضيت لحالهم تلقائيا بيقوموا بيشيلوا الغراض بيأخدوهن على المطبخ بيجلوهن بيرتبو حتى لما بدك تفوت على المطبخ بيشيلوا الغراض بيحطوا كل شغلة محلة بالريبورتاج يمكن اللي عملوا البنوتة عم تعمل القهوة رجعت سكرت هاي الشغلات البسيطة اللي نحن منعتبرها تلقائية بدك وقت كتير طويل لحتى الدرور يتعلموا صحيح وأنا بالي طويل يعني وحبهم جدا وهني ببادلوك هيدا الشعور يعني عندي مرسيل مثلا مرسيل ما بتقبل تروح من المحل موسيقى أما ببرامجنا الخدمية لهيدا الأسبوع وتحديدا ببرنامج بخدمتكم كان الموضوع عن جواز السفر الإجراءات الأوراق المطلوبة مدة المعاملة كم يستغرق مدة لإصدار جواز السفر كل هيدا الأسئلة كانت ضمن حلقة برنامج بخدمتكم خلنا نتعرف على أهم مجاة بهيدا الحلقة من خلال الدقائق القادمة موسيقى بسعدنا يكون معنا على الهاتف سيادة اللواء خالد حديد مدير إدارة الهجرة والجوازات أهلا بكم سيادة اللواء أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا طبعا بعد مرور بعض الظروف التي أدت إلى تأخر إصدار جواز السفر يعني بشرة جميلة لكل مواطن يحب أن يصدر جواز السفر وإنجاز لإدارة الهجرة والجوازات بتقريب الأدوار لصالح المواطن تحكي لنا بداية سيادة اللواء يعني كيف قدرنا نوصل لهالإنجاز الجميل لأسعد كل المواطن طبعا نحن باشرنا بانطلاق بمشروع الجواز الإلكتروني بـ 20-8 بـ 20-8-2023 وتم منح الجوازات الفورية للمواطنين بعد تشغيل مراكز الطباعة في دمشق وحمص وحلب وتشغيل مراكز الطباعة في سفاراتنا بالخارج وقمنا بإنجاز كافة المعاملات المتراكمة خلال فترة وجيزة حاليا قمنا بجدولة الدور العادي اللي كان واصل عام 2025 بالشهر الرابع بخلال الشهر العاشر تم طباعة تراكم ثلاثة أشهر الشهر العاشر والإداعش والاطمعاش حاليا يتم طباعة ستة أشهر جدولناها خلال الشهر الإداعش من الشهر الأول 24 حتى الشهر السادس 24 طبعا في 2-12 نكون منتهيين من طباعتها كما قمنا بجدولة الأعداد المتبقية خلال العام 24 وال25 حاليا اللي عم يسجل على الدور العادي عم يسجل بعد ستة أشهر عام 2024 ممتاز ممتاز هذا إنجاز جميل وخلال الأسبوع الأول من الشهر 12 نكون خلصنا المتراكم من الستة أشهر وسنقوم بجدولة أخرى بجدولة أخرى ونقل البيانات الدور العادي على المنظومة الجديدة بحيث يرجع الدور العادي على 45 يوم الجواز المستعجل 21 يوم والجواز الفوري خلال 30 يوم وتعود الأمور طبيعية جدا بالنسبة للأخوة المواطنين طبعا وهي بشرة سارة لكل مواطن بيهموا إصدار جوايا السفر نعلنه عبر وسيلتنا الإعلامية ونقول للأخوة المواطنين أنه ما عدت فيه مشكلة بالحصول على جواز السفر جميل جدا 45 يوم إذن سيكون في وقت قريب للدور العادي طيب سيادة اللواء حاولت بعض وسائل الإعلام المضللة الحديث عن الجواز السفر الإلكتروني السوري ويعني الحديث عن عدم الاعتراف به وغيره من معلومات مضللة ماذا تقول للمواطن فيما يتعلق بجواز السفر الإلكتروني؟ طبعا نحن الجواز السفر السوري جواز سيادي وجواز معتمد لدى منظمة الإلكاو وضمن المواصفات المطلوبة عالمية أما على محبي الرياضة وتحديدا برنامج على المدرجات اللي عم يتم بثوا على إذاعة أمواج وقناة أوغيره فكان الموضوع هيدي الأسبوع عن عودة روابط المشجعين أو ما يسمى بالألترس آلية عمل هيدي الروابط الأهداف الدوافع كيف نحن ممكن نضبط الجمهور داخل الملعب لحطة نوصل له الهدف المنشود واللي هو التشجيع بروح رياضية خلونا نشوف على المدرجات الرابطة هي حالة انضباطية للجمهور يعني عملية ضبط بموضوع تشجيع طبعا نحن في معنى الشركاء عن المدرج وشريك أساسي بالمدرج اللي هو مجموعة الألترس نعم بوجههم شكر وترحيب بعودهم للمدرجات نحن في تنسيق بيننا وبينهم بشكل دائم على ضبط الأمور ضبط النفس لحتى نعطي الصورة الجميلة عن نادي شرين اللي عودنا كل الناس ووصل جمهور شرين للعالمية بهذه الصورة الحضارية ونحن إن شاء الله بنظل نحافظ عليها هلا قديش ممكن يكون فيه تنسيق بينك يعني كرئيس رابطة وانتوا رابطة مشجعين تنسيق بيكون بين الألترس الألترس قدم مجهود كبير جدا جدا في السنوات السابقة وكان خير مثال وخير شاهد للجميع بأنه فعلا قدم صورة رائعة كيف ممكن أن توصلوا لصيغة معينة أنه تعمله شيء كثير حلو وكون فيه ضبط لموضوع بادي يقول الشتائم مثلا في البداية بس لألك شغالي استاذ هو نحن بداية القصة نحن كلاياتنا اسمنا مشجعين نادي الشري نحن محبين نادي الشري بدون تسميات التنسيق بيتم على هذا الأساس أنه أنت أنا وأنت تشارنا نحن منحب هذا النادي بدنا نوصل الصورة الحلوة من شان الشتائم حكينا والشباب متعاونين وحكوا أنه بدنا نحاولوا يضبطوا النفس كثير وأي حدا بدنا نحاول أنتوا الواجهة يعني يعني وجهلوا أكثر من مرة أنه يعني ما في داعي لهي الشتائم نعم صناعة الحلوة المنزلية المنزلية هو مشروع بسيط لسمر كيلو اللي كانت ضافة برنامج بوح الحياة والزميلة بطول شيحة خلانا نتعرف أكثر على سمر كيلو ترجمة نانسي قنقر كله بدوعه هنجد بعدها بعمل رجيم اسبوع عشر تيين وقت بعمل طلبية موسيقى انا سمر كيلو بشتغل بالحلويات وشوكولات والكوكيز والمربيات والعصائر انا بلشت هيدا المشروع من حوالي سنة ونص سنتين يعني اول شي بيحكم انه انا بحب الشغل بالحلويات اول شي بلشت الشغلي معي موهبة بالبيت انا بشتغل هيك كافة انواع الحلويات بحبهم وبعدين فكرت انه بطور مشروعي وبشتغل بشكل احترافي انه بشتغل على التواصي شان احسن مردودي المادي انا بشتغل متل ما شايفين بالكوكيز والكيك الكابكيك والشوكولات بانواعها والمربيات بانواعها والعصائر كمان في كذا نوع مربا حسب المواسط اما ببرنامج تكنوسكوب كنا نستضيف المهندسة مايا الحسن والمهندسة شيرين اسماعيل للحديث عن مشروع حل معادلة رياضية مكتوبة بخط اليد باستخدام الشبكات العصبونية الالتفافية بالاضافة للمشاركة بمعرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق خلنا نتعرف اكثر على المشروع وعلى مايا وشيرين بالدقائق القادمة فكرة المشروع تكون بمجال التعليم لانه اغلب المشاريع عم تكون بالمجالات الطبية مجال التعليم يعني هو مجال كتير مهم يعني هو الاساس لكل شي فاخترنا ان يكون تسهيل للطلاب لحل المعادلات ويكونوا مثلا بالمرحلة الادادي وبالشي يتعلموا المعادلات بيخافوا من المجهول بيخافوا من اكس بيخافوا من هذول الشغلات فحبينا نحنا انه نعملهم شي سهل ما يكون فيه ادخال يكون فيه عن طريق صورة حتى تكون مكتوبة بخط اليد يعني ما فيه داعي انه هو يدخل فهو ألا بتكون شغلة عادية فعن طريق حتى فيك ايباد او التاب انه بالقلم الزكي يكتب فيها او انه صورة يكتبها بالقلم عادي صوية على ورقة على ورقة ويأدخلها فيتمحلها طرم السيانان لانه هي افضل من ناحية استخلاص السماعات من البيانات البصرية مثل الصور وغيرها السيانان قادر انه تستخلص الشغلات السماعات من الصور اللي نحنا عم ندخله اياها مثل الرموز والارقام وغيرها حاليا بيحلم معادلات من الدرجة الاولى لانه كان في عنا مشكلة انه يتعرف على الاس كأنه ما ياخدوا امسار وياخدوا شيء على هي واجهة مبدئية لسه ما عملنا تطويرات عليا اكيد تطوير لالا طبعا انه ممكن نضيف خيار انه تصور مباشر من الكاميرا كاميرا للاتوب طبعا بعد من المستخدم بيدخل الصورة صورة المعادلة هنا بدنا نعمل مجموعة عمليات على الصورة بحيث تكون مناسبة لانه تدخل على الشبكة العصبية المدربة لنقدر نحن نستخلص المعادلة منه وتعطينا المعادلة بالنهاية بواجهة فرعية تمام مع حلو بالختم رح نترككم مع تقرير لزميلة باتول شيحة ومفهوم السر عند الأطفال كيف الأطفال بيفهموا كلمة سر وشو هنالأسرار اللي مخبعينا عن أهلهم خلونا نتعرف من خلال هيدا التقرير المراحل العمرية الأولى بتربية الطفل أساسية وضرورية باكتساب القيم اليوم سألنا طلاب الصف الأول شو مفهومون عن السر لمين بتقول أسرارك؟ لماما قالي حبيبي ليلي شو يعني سر؟ يعني ما بيسر نحكي لحدا أنت بتحكي لحدا أسرارك؟ لا لكنس حداش مرة إجا حكاي لك سر وقالك لتقولي لحدا؟ أه مين؟ شفيتي طيب شهن السر بي رأيك أنت؟ ما لازم نحكي لحدا أنت بتقولي أسرارك لمين؟ للماما والبابا كان عندي سر نسيته نسيته؟ طيب رح نروح نرفقاتك تذكر وعيطلي أوكي؟ أه سر؟ يا ما لازم حدا يقل له لحدا هذا مثلا يزم سوى هكي بده نقال لحدا شغل وقال له ما هي ما لازم نقول له لحدا لأنه لازم يبقى سر نعيق ليلي شو أنتو البنات بتقولوا أسرار لبعض؟ نمشي ونتمشي ونحكي هيك أسرار بس ما فيني أقول لحدا لمش ما فيك تقولي لحدا؟ أني هالا سر طيب بس قلي أنا ما منقول لحدا أنا وأنتي سر بين البنات ليلي أنتو البنات شو الأسرار بتحكوه لبعض؟ ما كانت تقولي رفيقتك؟ هادي ما باري ما بتمشوا مع بعض بتقولوا أسرار؟ ام متل شو؟ نسيت لا أنا ما بحكي لرفقاتك بس بحكي لماما وبابا ما بتقولي لولا رفقاتك أبدا؟ طيب شو يعني السر؟ اني شي ما بيحرفوا حدا بتقولي أسرارك لرفقاتك البنات؟ لا ليش؟ هيك لأنه سر لا من بتقولي لك كان؟ ملا حدا لما ماما وبابا بس الأطفال بالرغم منها العمر الصغير قدروا يوصلوا صورة صحيحة للمعلومات الأولى عن السر هاي كانت جولتنا هيدا الأسبوع ببرنامج أسبوع أغارين أكيد فيكون تتابع الحلقات بشكل كامل من خلال متابعة صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي صباحات اللاذقية إذاعة أمواج وصفحة المركز الإذاعي والتليفزيوني باللادية وللتذكير أكيد عم بيتم بث كامل بث قناة أغاريتة على قناتنا على تطبيق التليجرام لهيك يرجى الانضمام أنا بشوفكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة لالقوم اشتركوا في القناة